اشتركوا في القناة نزاهة نيابية أن جوازات السفر الدبلوماسية تمنح على أساس المحسوبية لأشخاص لا يستحقونها من بينهم عارضات أزياء ومشاهير على منصات تواصل الاجتماعية عادة الأمر بأنه وجه آخر للفساد كما أشارت إلى أن الجواز الدبلوماسي العراقي بات بلا قيمة بين دول العالم وبعد السابعة من إعلان وزارة الداخلية إصدارها أكثر من أربعة آلاف جواز سفر دبلوماسي خلال عام واحد كشف أعضاء في لجنة النزاهة عن إصدار وزارة الخارجية نحو خمسة وأربعين ألف جواز دبلوماسي الخارجية بررت عدم ردها لأسابيع على طلب نيابي بتقديم كشف أسماء للذين منحوا هذه الجوازات بالقول إنها تجهز ملفا مفصلا ليتسنى لها الرد وفق ما سمته المعطيات والوقائع لجنة العلاقات الخارجية في أنيابية بدورها عدت منح آلاف الجوازات الدبلوماسية لغير مستحقيها أنه سيؤثر سلبا ليس على قيمة جواز السفر الدبلوماسي العراقي فحسب بل وحتى على جواز السفر العراقي العادي الردي أساسا وصفة الأمر بأنه فساد ارتفاع عدد الحاصلين على الجواز الدبلوماسي العراقي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما جعله مهددا بعدم الاعتراف به دوليا وفقا لمعهد أمريكان انتر بايز الذي أكد أن مشكلات عديدة ساهمت في انتشار جوازات السفر الدبلوماسية العراقية أبرزها ما سمها فقاعة النخب السياسية في البلاد والمحسوبيات والفساد أيضا موقع 1945 الأمريكي قال في تقرير له أن جوازات السفر الدبلوماسية في العراق تحظى بإمكانية دخول حامليها إلى المطارات بسلاسة والقدرة على تجاوز التفتيش في الجمارك وهي إحدى الامتيازات التي منحها السياسيون لأنفسهم وكانت سببا في استشراء الفساد ليس الجواز الدبلوماسي وحده ما يعد طوق نجاة لسياسي السلطة بل الجنسية المزدوجة هي الأخرى تمثل بوابة واسعة لهروب الكثير من المتهمين بملفات الفساد حيث يتحصن هؤلاء بانتسابهم لدول أخرى حال صدرت ضدهم مذكرات قبض مهما كانت طبيعة التهم الجرمية وتأتي الجنسية البريطانية في مقدمة الجنسيات التي يحملها المسؤولون في العراق من بينهم رئيس الجمهورية الحالي عبداللطيف رشيد والسابق برهم صالح إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين إياد علاوي وحيدر العبادي تليها الجنسية الأمريكية ثم جنسيات أوروبية أخرى أبرزها الفرنسية تهافت المسؤولين الحكوميين للحصول على الجوازات الدبلوماسية والاحتفاظ بالجنسية المزدوجة فسره معهد أمريكان انتربايز بحرص هؤلاء بمن فيهم زعماء الميليشيات لإبقاء وجود ملاذ آمن لهم يفرون إليه حالا دلعت ثورة شعبية عارمة ضدهم لافتا إلى أن زعماء العملية السياسية المدانين بسرقة أموال الدولة يراجعون يوميا خطط هروبهم خارج العراق منظومة الفساد الحاكمة وسوء إدارة ملف العلاقات الخارجية جعل الجواز العراقية محافظا على مركزه الأخير كأسوأ جواز في العالم منذ سنوات بحسب مؤشر Passport Index لحرية التنقل وهو وسم جعل العراق ضمن أكثر دول العالم فشلا وفقا لمعهد لموقع Middle East Monitor إذن مشاهدين هذا كان استعراضا سريعا لأبرز ما يخص ملف فضيحة الجوازات الدبلوماسية في العراق وكل ما يتعلق بها شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وإلى اللقاء